طيب نشوفه بشكر كابتن سيد عبد حافيز نشوفه كابتن سيد الحقيقة يعني واحد برضو باللي عايز اقول عليه ابن اتولد جوا النادي وتولد جوا النادي وتأسس بمبادئ وقيم النادي الاهلي سيد اشتغل معانا في من 10-12 سنة في مراحل مختلفة في كرة القدم في كتعات مختلفة في كرة القدم الرجل ولا تقفف ولا قال لك دي صغير علي ولا قال لك ما قال لك ده خالص الرجل اشتغل انه بيشتغل للنادي الاهلي الرجل اكتسل خبرات كبيرة جدا لما اكتسل خبرات كبيرة جدا بتضعه دلوقتي من افضل مديرين الكرة اللي مروا في تاريخ النادي الاهلي تحمل الكثير وفي نفس الوقت عنده من العلاقات مع العيبة ومع الاجهزة اللي مرت عليه عنده علاقات متوازنة جدا وعلاقات تضيف للنادي الاهلي فانا برضو بشكر كابتن سيد جدا جدا يعني ده كلام اللي انا قتلكوا ان الاشهده بالكابتن سيد وستحق ايضا اشهد مصر موسيماني والاشهده بمصر موسيماني في هذه اللحظة مهمة جدا نسمع بنلاعب سانداونز في مصر كسبنا الماتش 2-0 رجعنا في الطيارة كان فريق سانداونز معنا وانا قاعد كان مستر بيتسو موسيماني كان موجود في ايان جنبي يعني وتكلمت مع المدة ديئة او ديئة او نص حسيت بمدى حبه وتقديره للنادي الاهلي وتاريخه وحسيت اني عندي يعني من الخبرة شوية بصدق مشاعره وبصدق احساسه تجاه النادي الاهلي لما جينا محتاجين ان احنا نفكر في كوتش كبير يناسب النادي الاهلي ويناسب المرحلة اللي كانت كنا محتاجين فيها كوتش بهذا القدر من التاريخ ده واحد من افضل خمسين مدرب في العالم لست بحضرتك وبعارفين ده ده مصنف فاحنا لما حبينا ان يكون موجود كلمته اول رد فعل انه هو موجود لانه هو حابب النادي الاهلي وحابب يكون موجود في النادي الاهلي وعمل تاريخ في جنوب افريقيا وعمل تاريخ في سانداونز كان عاوز ياخد يعني يضيف تاريخ اخر مع على حد قوله مع اعظم نادي في القرن واعظم نادي في افريقيا طيب اهمية الكلام ده اولا الكلام اللي قاله كابتل الخطيب ده جاوب على سؤال كان قد طرح ولم يجب عليه احد هو كابتل الخطيب ازاي هده تفكيره الى مستر موسيماني يعني انت سايبك فيلر وانت بتفكر الناس عملة ترشح بقى من اوروبا كالعادة او من المانيا او من امريكا اللاتيني ففاجئهم جاب لهم حد من افريقيا وتحديدا مستر موسيماني اللي قاله كابتل الخطيب ده معناه ايه انه هو من خلال دي او نص اتكلم معاه وهو راجع وكان الراجل لسه مسؤول في سان داونز اداله انطباع الله الراجل ده اللي اشتغل في النادي الاهلي بهذا الحب وهذه الكفاء وده مصنف من خمسين احسن وخمسين مدرب على مستوى العالم وقد كده بيقدر النادي الاهلي لا ده حييجي بطموحات مختلفة وقد كان وقد افلح وقد صدقة كون بقى في عوامل يعني ما ساعدتوش ان يكمل المية في المية ده كلنا مدركين كلنا مدركين والناس اللي تفهل سوف يقولك اربعة تلاتة تلاتة عندهم حق ان هي ربطوها بان كل من يلعبها يحصل كده لكن هي ما بتتقداش بالشكل اللي هو في ذهنه ليه لان فيه حاجة اسمها ارهاق شديد جدا فيه حاجة اسمها تشبع فيه حاجة اسمها انك بتلعب ورا بعضه حتى ذهنك مش مستوعب انك انت تقدر تلتزم بكل التعليمات في كل يوم هيجي لك لحظة شروط لحظة عدم تركيز دفعنا تمانها في المباراة الاخيرة لا وما فيش مدرب في العالم بيكسب كل البطولة يشارك فيه لما حصلش ايضا بنحلل الاسباب انما وقد يكون اخطأ وهو قال لك عنده اخطأ عنده اخطأ وقال لك تعلمت واستفدت بص يا استاذ ابراهيم الخطأ بيبان بعد اللعبة ما تحصل يعني حارس المرمة لما تتشاط له كده يقول لك لك كنت ترميت كده وتوقعت وكنت صدقتها بس هو انا وقف انا مش عارف حين تتشاط فيه الخطأ بيبان بعدين فسهل جدا الكلام على الخطأ عندما يحدث لكن انت تقيه ده عايز بقى كل الخبرات وعايز كل ظروف الملأمة طيب